الحكومة الجديدة ستدخل العاصمة بكل سلاسة قد يكون هناك فرق في التوقيت بسبب رغبة الحكومة الحالية في جر الوضع لصراع والصراع ربما يستفيد من المتمترس بالوضع القائم وبالتالي ربما السيد بشاغة لا يريد أن يعطي الفرصة لمن يريد أن يجر لصراع خاصة أنه تعهد بأنه لن يدخل في أي صراع لكن أنا نقول بكل صراحة الحكومة الحالية الموجودة انتهت مدتها حتى بالمواعيد التي تطرح فيها الحكومة وهو الموضوع الانتخابات اللي هو وهم كبير للأسف وكنا نقولوا أن هذا وهم والليبيين الآن اكتشفوا أن الآن نصف شهر خمسة ولا أحد في ليبيا مقتنع أن هناك انتخابات في شهر ستة وبالتالي فكانت الحكومة المنتهية فقط مجرد هروب للأمام تتكلم على شهر ستة وبالتالي أنا أرى أن حكومة الآن حكومة محصورة في طرابلس حكومة لا تمتلك القدرة على تمويل ميزانياتها وحكومة لا تستطيع أن تتحرك في كل ليبيا حكومة انتهت مدتها وعدت بالانتخابات لم تستطيع أن تفي بها سحبت منها التقع ففي تقديري أن الحكومة الحالية في طرابلس هي فقط تطيل في مدة نهايتها كان ممكن أنها تخرج بطريقة مشرفة مثل ما خرجت الحكومات السابقة وكنت أني نصحت أيضا الحكومة هذه في مقابلة وقلت راه ممكن يكون فيه خروج مشرف زي الحكومات الفائتة على الرغم من أن ليبيا فيها سراع إلا أننا لم نجد أي حكومة تمترست بالبقاء كل الحكومات سلمت كنت انتمنى أن الحكومة هذه تسلم لكن يبدو أن هذه الحكومة ستنتهي إلى موت سريري في مكانها ترجمة نانسي قنقر